بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركياء الشرعية. النهاردة هنتكلم عن اه تلقي اتصال تليفوني. اما هشوف الرأي ان هو بيتكلم في التليفون او ان هو اه بيتلقي اتصال تليفوني. هنعرف معناه اه بشكل عام. اولا لما يشوف ان هو اه فيه شخص مجهول هو اللي بيتصل اه بيه في المرام. يعني شخص هو مش عارفه. اه فللاسف بيدل شوية على ان هو هيسمع خبر ولكن الخبر ده ممكن ما يكونش اه سعيد. اه كمان لما يشوف ان فيه شخص اه قريب منه او شخص هو بيحبه. هو اللي بيتصل اه بيه. فدي مناسبة سعيدة اه ان شاء الله اه قادمة. لما يشوف ان فيه شخص مشهور اه هو اللي بيتصل اه بيه. فده شوية بيدل على ان هو بيعمل اه افعال. الافعال دي اه هتكون سبب بالتشهير بيه. كمان لما يشوف ان فيه شخص اه هو بيحبه او محبوب للرأي هو بيتصل بيه. فمن الرموز اللي بتدل على لقاءه او ارتباط اه بالشخص ده. كمان لما يشوف ان اه فيه ميت هو اللي يعني شخص ميت او متوفي هو اللي بيتصل بيه. فده عمر طويل اه للرأي. اه اما لما يشوف شخص مسافر في الواقع اه او مخترب وشافه ان هو اه يعني اتصل به. اه فده عودته مرة تانية كمان سماع الرأي اخبار اه اخبار مفرحة اخبار اه سعيدة ممكن تخص الشخص ده. اه اما الشخص الشخص المريض اه لما يشوف الرأي ان فيه شخص مريض بيتصل اه بيك فده الشفاء وبيه اه اه معفا للشخص ده. اما لو شاف اه الرأي ان فيه شخص عجوز هو اللي بيكلمه فده ضعف وعجز اه للأسف اه للرأي. اه اما لما يشوف ان فيه الطفل ولد هو اللي بيتصل به فده اه اه وكان الطفل فرحان او اه سعيد اه فدي بشارة ليه كمان زوال للهموم اه ويه اه للاحزان. لما يشوف ان الاب هو اللي بيتصل اه بالرأي فده نجاح. وتوفيق اه للرأي في حياته. اه اما لما يشوف الام هي اللي بتتصل به فده رضى اه ورضى الوالدين عن الرأي وكمان بر. اما يشوف الاخ اما يشوف ان فيه اخوه هو اللي بيتصل اه بيه اه فده حصوله على دعم وعلى مساندة. كمان لما يشوف الزوجة هي اللي بتتصل به فده صلاح حلهم وكمان حسن العلاقة ما بينهم لو كان فيه خلافات هتزول. اه كمان بتدل على استقرار. لما يشوف الرأي الاخت هي اللي بتتصل به فبتدل على شراكة او منفعة اه او ام يعني اموال هيحصل عليها الرأي اه من من وراء اه اخته. اه كمان لما يشوف اللي رأي انه مديره هو اللي بيتصل آآ بيه فده ترقية هيحصل عليها او مكانة او مهمة هيحصل آآ عليها. آآ كمان لما يشوف اللي رأي ان فيه شخص هو متخاصب معاه في الحقيقة يشوف ان هو بيتصل بيه في التليفون فده معناه ان فيه ساعي للصلح ولزوال الخلافات او لزوال الخصومة. اما يشوف برضو ان هو بتلقى الاتصال من الشخص هو متخاصب معاه وبينه اه مشاكل كبيرة آآ فبيدل على ان هو يسمع اخبار ولكن الاخبار دي مش هتكون آآ سعيدة. آآ كمان لما يشوف الخصم آآ او الشخص اللي هو فيه بينه وبينه خصومة هو بيتصل به فده نصر للرأي. آآ كمان لما يشوف الشخص اللي هو آآ يعني بينه وبينه خصومة بيرن عليه او بيتصل به لكن هو ما مقدرش ان هو يفتح آآ او يكلمه. فده ضيعه فرصة آآ للرأي. آآ كمان آآ آآ رؤية ان فيه شخص متخاصب معاه آآ برضو وما ردش عليه في المنام ممكن يدل على آآ حسد آآ ممكن يتعرض ليه الرأي ممكن يدل على عداوة كمان. اما لما يشوف الشخص اللي فيه بينه وبينه آآ خصومة او عداوة يشوف ان هو بيتصل به وانهما بيعتبوا بعض فده حب وموادة بينه وبين الشخص ده. او هيكون يعني فيه بينهم حب وموادة وهيكون فيه تفاهم. لما يشوف ان هو آآ يعني اتصل به صديق قديم والصديق ده في الحقيقة هو يعني ما بيتكلموش او فيه بينهم آآ خصومة آآ او ان هما متخصمين مع بعض فده آآ بيدل على عودة آآ سكريات كمان ممكن تدل على آآ آآ يعني الاتصال او سماع عنه خبر آآ يعني ممكن هيسمع عنه خبر. كمان لما يشوف ان فيه شخص اتقطعت العلاقة ما بينهم ويشوف ان هو آآ بيتصل به بالتليفون تاني فدي عودة العلاقة وعودة الود وكمان آآ مقابلة او ان هو هيلتقي به آآ عن قريب. آآ كمان لما يشوف حدا من آآ الاقارب وهم يعني في الحقيقة في بينهم خلاف او هما متخصمين وشاف وشاف ان هو اتصل به بالتليفون فده حل الخلافات او انتهاء الحصوم وبينهم او انتهاء المشاكل. آآ كمان لما يشوف ان هو بيتصل آآ ان فيه آآ شخص هو في الحقيقة آآ متخاصم معاه ويشوفه في المنام ان هو بيتخانق معاه تاني في في المنام يعني يشوف ان هو بيتتصل به وبيتخانق معاه تاني في المنام فده تعرضه آآ تعرض الرأي للازى وتعرض الرأي للشر من الشخص ده. آآ كمان لما يشوف ان هو آآ يعني بيتلقى اتصال منه لكن ما بيحصلش بينهم شجار بالعكس بيحصل بينهم صلح فده بشارة بسعادة وفرحة و بسرور. لما يشوف الرأي ان هو بتلقى الاتصال التليفوني من شخص معروف للرأي فده بشارة بكسب رزق او بكسب اموال. كمان لما يشوف ان في اتصال مع شخص معروف في المنام هو هم يعني بيصلحوا او بيتصافوا لو كانوا هم متخصمين فدي برضو من الرموز اللي بتدل على فرحة وعلى سعادة وعلى ود وتفاهم بين الرأي بين الشخص ده. كمان لو كان شخص غير معروف وشايف ان هو بيتصل به وبيحصل ما بينهم خصومة فده سامع اخبار لكن اخبار دي مش هتكون موصوقة او هتكون اشبه باشعات. اه ده كده باختصار رؤية تلقي اتصال التليفوني. اه بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. اه لو في اي استفسار او سؤال اكتبوه لي تحت وانا ان شاء الله هرد عليكم. اه بشكركوا جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة. اشتركوا في القناة.